أهلا بكم إلى زيف عشوائي وجولتنا بين الشائعات والفبركات التي لا نعتقد أن وراءها أجندات سياسية تغزل شعراء العربي بجمال النساء ولم يتركوا قولا لذي قول وتحدث أدباؤهم ونقادهم كثيرا عن أجمل ما قيل في ذلك فكادوا أن يجمعوا على بيت جرير الشهير إن العيون التي في طرفها حور قتلنانا ثم لم يحين قتلنا لكن ذلك البيت لم يشف غليلي عندما طلعت منشورات معينة على فيسبوك فهول ما رأيت لا يفيه حقه إلا قصيدة لابن النطروني ولن أقرأها كاملة مع أنها تستحق ما صور الله هذا الحسن في بشر وكان يمكن أن لا تعبد الصور أستغفر الله لا والله ما خلقت عيناك إلا لكيفنا بها البشر فما هي المنشورات التي لوعت قلوب مواقع التواصل الاجتماعي وذكرتني بما ذكرتني إنها صور مختلفة ومعها تعليقات مختلفة مفادها في الشيشان العروسة بتدفع فلوس مهر للعريس يعني العريس ياخد فلوس ويتجوز ملكة جمال عندنا العريس بيدفع فلوس وياخد جمال شخصيا يا جماع بحسب المنشورات التي أرفقت بها صور وأشكال وألوان عن الجميلات الشيشانيات أما المشاركات والتعليقات والمنشنات فحدث ولا حرج أو بحرج كما تريد طبعا المنشور مكذوب ولا صحة له فالعريس هو من يدفع المهر في الشيشان ولا عزاء للحالمين ولا للمفابركين والقصة يا جماعة مجرد تطور لشائعة سابقة من عام 2017 عن أن جمعية خيرية تدفع مهر وتكليف كل مسلمين يتزوجوا الشيشانية وأضفوا لهذا العام موضوع دفع المهر للعريس لجمع المزيد من الأعجابات والمشاركات لا أكثر ولا أقل وأكدوا لكم أعزاء الشباب أن الجمال الحقيقي يكمن في القلب في الشخصية في طريقة التفكير وأن دفع المهر من حر مالكة الذي تعبت في تجميعه هو شعور رائع صدقوني لله الأمر من قبل ومن بعد